عارف الكائن اللطيف اللي دايماً بيبقى متعلق في الشجر؟ الإجابة هي الكوالا رغم إن شكله الوضيع حياته مليانة بالأسرار تعالوا نتعرف مع بعض على واحد من أرواح الحيوانات في أستراليا الكوالا هو حيوان جدابي بيعيش في أستراليا وبيكون دايماً متعلق بالأشجار الناس بيسموه دب الكوالا لكن هو مش من الدببة دا حيوان جدابي زي كونغور الكوالا دايماً بتعرف بسهولة بسبب حجمه الصغير وابنه الدائرية وأنفه الكبير الكوالا بتواجد بشكل رئيسي في غابة الأوكاليبتس في أستراليا الشجر دا مش بس بيكون مكان سكنه دا كمان واصدر غزاه الأساسي الكوالا بيعيش في الأشجار معظم أوقاته وبيتنقل ما بينها بحساً على الأوراق الطرية اللي بيحبها رغم أن أوراق الأوكاليبتس السمة بالنسبة لمعظم الحيوانات إلى أن الكوالا عنده جهاز هضمي خاص يقدر يهدمها من غير مشاكل بيأكل حوالي كيلو جرام من الأوراق في اليوم وبيعتبروا مصدر الوحيد تقريباً للطاقة والمية الكوالا معروف بأنه كائن كسول بيأدي حوالي 18 ل 22 ساعة يومياً نايم على الشقر وده عشان الأوراق اللي بيكون هؤلاء ليلة الطاقة فهم يحتاجي حافظ على طاقته للنوم والراحة الكوالا من الحيوانات الجرابية يعني الأمهات بتولد الصغار غير مجتملين النمو وبيغطالوا في جيب الأم لمدة 6 شهور لغاية ما يكبروا بعد كده بيبدأوا يستكشفوا العالم بس لسه بيكونوا متعلقين بالأم الكوالا بيواجه تهديدات كتيرة زي فقدان الموطن بسبب قطع الأشجار والتغيرات المناخية بالإضافة لحرائي الغابات اللي دمرت كتير من موطنه الطبيعي في السنوات الأخيرة لو عجبك الفيديو عن الكوالا وحياته اللطيفة وما تنساش تتعامنا بلايك تشتري في القناة عشان يوصل لك كل جديد